اشتركوا في القناة احد عشر مواطنا جزائريا وشخص اخر من جنسية اجنبية كانوا يشكلون موضوع اوامر دورية بالقاء القبض للاشتباه في طورتهم في قضايا اجرابية مختلفة ويشكلون خطر على الجزائر وخلفت هذه الخطوة ردود فعل ايجابية من طرف المغاربة حيث قال احدهم طبيعي هذا الامر المغرب لم يقطع العلاقات ولم يغلق السفارات ولم يغلق الحدود وحريص على التعاون مع الجيران ويعتبر امن المغرب من امن الجيران ويأتي هذا التعاون الامنية بين المغرب والجزائر في خضم توثل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين اخرها اعلن الجزائر من جانبها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وحضر تحليق الطائرات المغربية فوق الاجواء الجزائرية اضافة الى وقف اتفاقية مرور الغاز عبر الطراب المغربية نحو اسبانيا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء